بشيكون عنا تسريح حصري تسريح خاص براديوماد مع المدرب القديم فوزي بنزرتي مدرب الويداد البيضوي المغربي حاليا وبش نحكيه بعض التفاصيل اللي قالها فوزي بنزرتي بخصوص عرض النادي الافريقي اللي وصله حصري وخاص براديوماد بعد قليل نعطيهكم التسريح وما دار بيننا في برنامج ديمس بور والمدرب القديم فوزي بنزرتي لكن توبش نرجو نحكيه وعد تراجي راديو توسي في صالح التابتي مع كنتي برشا كلم قاعد يدور على مواقع التواصل للجميع التراجي في ورطة كبيرة عشرة مليارات مطالب بتزديد عشرة مليارات حتى يمكن يقوم بالانتذابات في الميركاتو الشتوي القادم هذا ما تردد بقوة زلزال في باب السويقة لكن البارح بعض الاطراف المقربة من اصحاب القرار يقول لك كل ما قيل في هذا الشأن نشاعة صحيح فما منعم الانتذابات لكن المبالغة عادية والمبالغة العادية كما قال وليد جرفال الناتق الرسمي باسم التراجي الاشكال الوحيد في كيفاش بتقوله استيسالح فما اشكال في البنك المركزي الفلوس ما وصلتش في وقته ليس الا امور دوفيس ما وصلتش في وقته فما تعطيلات اذاك اللي خلى يقول لك الفلوس بتبيعتها او البنك المركزي ما يخدم خدمته بتلقى تومتيك ما وروحوا التراجي عنده الحق يقوم بالانتذابات ويقول وليد جرفاله عشر مليارات حكاية فارغة حتى كان فما عشر مليارات بالحق ولو ان هي اشاعة من عشاق الفيسبوك ومن اعداء التراجي رادي تولسي يقول لك التراجي قادر بجيخلص العشرة مليارات بفضل كلمة ديكا تعبي تراجي شأن وشأن كل الفرق التوصيلي مرتبا الحكاية هذه كل مرة ونسمع ومنع انتذاب في فريق من الفرق التوصية تعبي تسير علش تسير لانو النادي الملاعب يمشي يشكي ولا المدرب يمشي يشكي هذو ما المشاكل هما تعمل عندي تبيعا مدرب يشكي بيك ولا ملاعب يشكي بيك فما الدين فما الدين لم يقع خلاصه لسبب او لاخر هنا الملاعب اللي عنده في حق يمشي يشكي فما الدور درجات تقاضي اللي انتوصل للطاعة للففر تاس وتحكم له والولي يقتل الحكم نافذ ويجي معاه وقت الاجراءات الولانية والمنع الانتداب ومبعد وتتالى العقوبات هنا انت والنادي كذا كان النادي ما عندوش اشكالية متاع 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 خلاص وإلا ما عندوش علم بالحكمة ذايا ما بلغوش مزل في الطاور الولاني فلا اما بالتأكيد هو الملاعب يشكي والمدرب النادي يبدأ من الأول على علم ويحذر الجوستيفيكاتف تاوه ينجم يكون الملاعب يشكي ويطالب بحقوق هي مش موجودة من حق النادي بشيخو الوقت بشيراجع امور وبشيرو لكن راو الشأن وشأن كل الفرق يتعرض للبعد وبعد يخلصها كما حصل للنادي الفريقي كما حصل للسفيقس للنجم العدد فرق اخرى ولو الفرق الكبيرة هي اللي عندها المدى ما يبالغ الكبيرة الفايدة في الخلاص النجم تمنعني من انتداب والانتداب تمنعني وقتاش يترفع الانتداب تخلص يترفع فما اجرايات هنا حسب تصريح الناتق الرسمي لها الدرجة الرياضي يقول لك راو المبالغ المطلوبة او ذمة الدرجة الرياضي متوفرة لكن فما اسحيح فما اجرايات اما هنا يا ساحبي سمحني فما حاجة نحب نوضحها راو الفرق الكبرى التونسية اللي نعرفه انا واللي انا ثابت منه درجي الفريقي النجم والنادي سفيقسي واول فريق عملها نادي الفريقي دبي دي زاني دي زاني دبي من ممكن يسر ما يقارب لعشرين سنة فما سكونا بال بالانس دبيمان ان ديفيز لكل الفرق لان الفرق عندها مداخية تتخلون ديفيز ترجيري هذي داخل في الديفيز الاندي اللي تبيع داخل بالديفيز دونك عندها بالانس دبيمان ان ديفيز وقت اللي يبدأ عندها ترانسفير متاع ركريتمان والنوع من النوع ذاية استعمل البالانس متاعها اذا عندها ديفيز مزل في الكون بتاعها نجم تخلص مباشرة تتعدى هاي بالفرماليتي اما تكون بكو بلي ربيد خطر اذيكم في حسابك الخاص عندك مداخيل ان ديفيز نونك تستعمل المداخيل بتاعك اللي خلاص ديونك اللي خلاص المدرب ولا الملاعبين الاجانب بتاعك في سورة ما ما عندكش مداخيل ان ديفيز وقتها تلتا جيل السيركوين تعالبنك سنترال باش تتعدى وتطلبك الفرميل هذيك لتعالت تحويل الاموال وهذي هي اجراء يا اخو وقت اما ما شو يا اخو وقت خطر اذا فيه اذن من من عند وزارة الشباب والرياضة ومن عند النادي والبنك موافق لتصير العملية سي سالح شاي لأسف سكنت تسمح مجورة اذو ما يقول لك التراجع عيلتي ولا النادي الافريق ولا النادي السفيرسي والنازم الساحلي عيلتي وبعد يمشي شكي بها لا لا سي سالح شو ثم اروا انتي اذي كانت عادي كم كي كلباليش كلي كان يعرفوا كليباليه تعادي ثمانة سنين في التراجع الى التونسي وكي تسجل هدف ولا ثم حاجة تزل مريول متاع التراجع تبوس وتعنق ومبعد فيه كنت تنجم تستنى انا جو بريفير امو فيه لا 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 منا القواه انا كورا لا ميابن سلا ما يرضي فسا الغلطة الغلطة تعرف ما تشكون انا 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 نقول انا 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 رئيس شخصي وهمني انا وانا تصرفت بيه وسايرت بيه انا منسيب حتى مليعبي كان معايا سوى كنترابشي غادر الا منستعفيل ووضعيته اذا انا كورا لا ميابن بسور يعطيك الساحة انا كورا لا ميابن حتى كورا لا ميابن حتى كان مش يمشي يشكي نبدأ على اقل على ديراية فاش عطيته فاش حكينا عندي يبدأ عندي ملف احنا روز ساعات فما افوات تسير ما نجمشي نكون انا في بلايس الاندل كل ما نجمش كلم باسم الاندل كل ساحبي تجيب مليعبي وترك روتي وبالها الليلة وبالما الليلة وتعملوا كنترات وما كذا وكذا ونهارت لي غادر لمليعبي ما عندك عليه حتى علم في غير ما ما تجيش ماذا ماذا وثيقة مع تصفيت الظمة يعني مبار اخر راهي مثلا نقول نادي ايكس موش مطالب قدامك لا مناحي المعنوي للماتيك بعض المتاليك عن طالب يعني يتحطه في الكنترات ويجي غادر يتوقعها لك وحاجة اخرى بربي يا منجي قبليك اقول تعالى ملاعبي راهي مش رايي الملاعبي يا منجي وانتي تعرفه كنت تبرك الله عليك راهي واللجان عنده دور وطوا بخلاف لجان المحامي عنده دور لانه اللجان عنده برسنتاج والمحامي عنده برسنتاج وكل واحد يفركز فيه فيه يقولوا بقى انت تحب تسامع سامع انا تعطيري تخلصني شوالي يولي ملاعبي حتى يكون مش في طالبي يولي طالب نمك هنا يفهم اجواء جديدة وناس دخلت جديدة في المنظومة وانا نسيحتي لكل النوادي تونسية ما تخلي حتى ملاعبي محلي ولا اجنبي يربطك بها عقد الا ما تسوي الوضعية نهائيا وتاخل الوراق اللازمة اللي انت سويت الوضعية باش نبعدوا مع هالمشاكل هذية لانه طوا بالحق واللي ناس تعودنا تبعنا معاها درما درطين منع انتداب ما عادش قبل تسمع شنوه منع انتداب وكيفية وما تجيش قطر كانت تغريبة على كورتنا طيب اوليت عادية منع انتداب على الناس الكل عادي جدا بقولك برا انت امنع من الانتداب وانا ناخد وقتي في عقلي وقت نهارة اللي مش تتعدى انت للعقوبة الاخرى اللي تكون اقوى نخلصينا وقتها والناحية الغريف الامر سيسأل عنك يتلقى نوادي كبري كما احنا عنا في تونس ترتقي لمستوى شركات كبيرة بالميزانية متاح المهولة كل انها ويحكيوا على ساعات خالية قانونية وكوينوصلوا في بعض الاحيان اللي يحكيوا فيهم يعني يقولك والله البنك المركزي كده فات الاجال يخي انت عندك خالية قانونية لازم تتابع عندك سوي في عندك كونترول باش متيحش في المومنتي في منها زاوية متنجمش تتصرف لكن الغريبة بالحق يعني سامحني في الكلمة سيبيانية يقولوا احنا المحمل المسؤولية اطراف خارجية مثلا نفوتنا على فات الاجال قانوني خطر البنك المركز وكذا انت في نهاية الامر انت ساعات حتى الكوبيد دويرمون يقضي لك إذا كان انت مثلا البنك المركزي يعطلك ساعات نجم تعمل لاتردوكريدي موصلت في البقاء نعطيك الكان تعالي طوار السيدة عثمان جنيح دويرمون فيق بميلافيت جت جديدة هابطة طاليه علش خطر الباساسيون ما صاريش صحيحة فما ميلافيت ونزاعات موجودة انت تسلم تعليق سي لطفي انت كنت قابلي تسلم تعليق فعوض الباساسيون تكون بالديتايب كلها نعطيك على المهموتة وانت تبدأ قاعد عندك مشاغل اخرين وتعبت تعليق نمشي معاكم كل الباساسيون مان هتعددش في اسلوب ولا في شكله لكن انت عندك خالية قانونية تنجب تدخل السيتم تعال في فوت وشوف واضح 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 خلينا نقدمه شوية فالاندي تنسية كلها قاعدة تعاني لكن ما يحسب للتراجي خانقورة صراحة لو لا سيد حمد المد بليساعد توفر في الاعتمادات ويمنع فيه جمعيته من ماله الخاص ربما كانت وضعية التراجي شبهة ببقية النوادي نحب نكمله مع التراجي عنوان يمكن بشي يوثير الاستقراب شوي عندك انت انت انسي سالح الثابتي غالي يقتحم منزل عائدة حارس التراجي الرياضي معز بن شريفية معز بن شريفية معز بن شريفية معز بن غربية تحيل زمينا معز بن غربية خل عاود من جديد في الدراكت غالي يقتحم منزل عائدة حارس التراجي الرياضي معز بن شريفية غالي يروا غالي يروا البقوس الجديد اللي ازدان به في راش الحارس الدولي للتراجي الرياضي معز بن شريفية ان شاء الله مبروك عليك غالي ان شاء الله يتربى في عزك ان شاء الله كل عام وغالي حي بألف غير ومعز صديقنا اخونا شخصيا نحبه برشا ان شاء الله ديما فرحان هو بعايلته بالمولود جديد غالي ملعبي بالحق معز بن شريفية معزه معزة خاصة ملعبي متخلق برشا ربي الناس كل تحبوا صاحب نكتة نقولوله مبروك ان شاء الله يتربى في عزك ان شاء الله منذرية سالحة وان شاء الله ربي يفضل هولوك يفضلك وانتي ليهم معايا لك ان شاء الله مبروك الخوي معزة وفريمان يدمح لها اسمه معزة فوه غالي فاتيك يسمي هلبه غالي نتمنى له فريمان كل النجاح وكل الخير ومبروك مبروك ألف مبروك المعزة وزوجته اي سيد ما تهنيش معزة عليهم بكشتك وانسك يتلقى حاجة حمره صبره قدامك اللي لايستحيل ولا حاجة حمره وبيضة اخرى يعني كل موزة ملويل والتونس ومجبنا نهنيوم ان شاء الله مبروك عليهم ان شاء الله يتربى في عزهم وان شاء الله بالفرحة والسعادة الولدي زميننا معز الخياتي اكيد مكشخة 100% يتفعل معنا بالزغريتة هدية لعائلة الحارس الدولي التارجي معز بن شريفية ان شاء الله يتربى في عزكم وان شاء الله غالي من الذرية السارحة